ألو إيفام سبيسيال مارشي دان فلوى مع هجر حميشي إيفام أحلى راديو عسليم ومرحبه بالنسل كله اللي قاعدين يتابع فينا هذي ألو إيفام سبيسيال مارشي دان فلوى طوما دي ثلاثة وخمسة دقائق اليوم بش نحكيه وعلى فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس وحادث بحدينا سيشاو قيفريع رئيس مدير عام فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس إذا كان عندكم أسهلة في الموضوع عادية مرحبه بتليفونيتكم على 31 380 الف إنتم تسمعوا في ألو إيفام سبيسيال مارشي دان فلوى مع هجر حميشي كلهار 2 من مطلة للأربعة سيشاو قي مرحبه بيك بحدينا في إيفام عايشة شكرا على الدعوة وسعيد جدا بيتوجدي معكم في الستيديو في مقر إيفام عايشة كالله خليك نعرف نتيجتنا بذلما من جرجيس مرحبه بيك أتيك الصحة ويكون بخاطرك يساعدني ذلك إن شاء الله عايشة كالله خليك دانك سيشاو قي احنا بلزو ما بش نحكيه على فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس بش نحكيه على الفضاء هذه شنو هو وشنو ينجم يقدم للمنطقة حنا باتنا للشريعتون سيسألنيهم دجا اسكو سهل أنو يصير استثمارات في المناطق الداخلية اسكو الحكاية مربوطة جست بدعم الدولة ولا إلا فما السكتور بخيفي ينجم هو يدخل ويوفر حاجات تسهل على العباد يا إما صغار بدين في مشاريحهم جديدة نجمو تعاونوهم في الحاجات هذه نسمو مشنو قربا نجيبو يوم احنا كم مستثمرين توانسا نعيشو في الخارج وسبسيالما في فرنسا ماذا بينا نستثمر أكثر في بلادنا وخصوصا في المناطق الداخلية للبلاد المناطق الداخلية هي أكثر مناطق تجم نكون في حل حاطر نجمو نستغلو كثرة الشباب العاطلة على العمل ونوفرولو مواطن شغل بيهي بيش نجمو نبنيو مبعضنا استثمارات ونقدمو بالبلاد استثمار في المناطق الداخلية حاجة حاجة لازمة وأكيدة ما نتصورش كان نجمو نقدمو بوضعية البلاد ونحسنو الاقتصاد متاحا وعننا مناطق داخلية ناقصة برشا حاجات سفر التنمية سفر تشغيل سفر كل شيء لازم تصير تنمية في المناطق الداخلية باش تنجم وتقدم بالبلاد أما السؤال اللي تطرح ديما معناه نعرف المناطق هذه تشكو من برشا مشاكل منها البنية التحتية منعدمة فيها الدولة التونسية اللي العباد اللي تحب تستثمر غادي شنية باش تقدم لهم كامتيازات وكدعم وككل شيء معناه خمان ديتايز ايدا مهم لي هوم الانفستيسور التونس عليش هوم ما ميكونوش انترميديا بين الدولة التونسية وبين الانفستيسور اترانجي بحكم هوم علاقاتهم عليش هوم ما ميجيبوش ديزافر التونس عليش ما يستثمروش في بلادهم يعني عليش ما سوئل سوئل يطرح نفسه ماذا بي حد يجاوبني عليه سنحاولو احنا نجيبو على مختلف الحاجات اللي تقالت في الميكروت خطوار جوس نعودو نفكركم اللي موضوعنا اليوم بش نحكيو على فضاء الانشطة الاقتصادية بي جرجيس وحاضر بحدانا سيشوقي في رئيس مدير عام فضاء الانشطة الاقتصادية بي جرجيس مرحبا بتليفونيتكم على الوحدة وثلاثين 380 الفات ساعة ديزاف سيشوقي نحكيو بلزوموا على الفضاء هذية وليز اكتيفيته اللي قدمه وليز اوبجكتيف متاع فقط حبيت حلقاوصة وبنسبة للتدخلات متاع الوخيان وكل في محلهم والمشرع التونسي وقت اللي شرع القانون فضاء الانشطة الاقتصادية هذية اللي هي الملاطق الحرة كانت تسمية متاحة سابقا بغيت خلق ملاطق تنمية بور ديفلوبي لريجيون نطباو في السود اترافير دونك لبارك داكتيفيته ايكونوميك دو زرزيس وعندك في بنزرزادة فم فضاء ثاني اللي عطاء امتيازات كبيرة عطاء التران اللي هو كانت فيه اطار شركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وتكونت شركة اسمها شركة تنمية واستغلال فضاء الانشطة الاقتصادية بجريس اللي هي خاضعة للكود سوسيتي كوميرسيال معنى المجلة التجارية الشركة هذية تكونت سنة 93 قاموا باستثمارات ضخمة هيئوا الاراضي اللي وقع منحة لها لها تقرب 60 هكتار واللي كانت سبخة معناها باتم معنى الكلمة من سبخة صارت استثمارات رامبلي وكذا وغيرها وصار لوتيسمون وتوى الفضاء العنشطة الاقتصادية بجريس معناها من حيث البنية التحتية من احسن الفضاءات الاقتصادية في الجمهورية التونسية وهو يعتبر معناها الإكزامبل معناها في ما يخص الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الأرخاص ويعتبر معناها ناجح ومثال ناجح لهذه الشراكة فضاء الانشطة الاقتصادية بجريس بالإمكان أن نستثمر فيه بطبيعة الحال في عدة مجالات عنا في الصناعة عنا في التجارة الدولية في الخدمات اللوجستية وأيضا في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلمات وهو معد كليا معنا الانشطة هذية كلها معدى كليا للتصدير عندهم فقط نسبة 20% بيع في السوق الداخلية فضاء الانشطة الاقتصادية منذ إنشاؤه وبعد عملية الاستثمار وتهيئة البنية التحتية اتطور تدريجيا بدأها خاصة بالانشطة اللوجستية في علاقة بليبيا وفي علاقة بالجزائر خاصة مع الحقول النفطية في كلا البلدين من بعد واخذ منهج نحو الصناعة للقيمة المضافة العالية ولخلق مواطن شغل لأنه كما أسبق فحث المداخلين قال البطالة كبيريسة نحن في ولاية المدنين نسبة البطالة تتجاوز 20% على مستوى في ولاية أيضا مجاورة لأنه المشروع هذا هو معد لتنمية الجنوب الشرقي ككل والمالية أيضا جنوب التونسي ككل وخاصة على مستوى أصحاب الشهائد العليا هناك معناها نسبة البطالة مرتفعة لابد الشركة تتوجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كما الصناعة وأيضا سكتور دي تيك معنا التكنولوجيا الاتصال والمعلومات وبننا مركز جرجيس الذكي جرجيس مارسانتر بدنا في ترونشلولة على مساحة تنهز تقريبا 2500 متر مربع وعننا فيها تسعة مؤسسات من الدياسبورا متاعنا اللي كان يحكي اليوم بكري وتخلنا في توسعة كبيرة على تقريبا 4500 متر مربع معنا قريبا شنوصل وستميل متر ماشاء الله نوصل وستميل متر كاريء وعننا برنامج حتى إن شاء الله همتع جزء ثالث ثالث ونجاح هذا المركز يبين أن في الجنوب التونسي بالإمكان أن القطاع هذا يكون ناجح فقط أنا حبيت أن شركات الناشئة في تونس 75% منهم كونسونتري في تونس الكبرى في تونس الكبرى و25% المناطق الأخرى من الجمهورية علش القائل يقول هذا علش علش خطر فما ضعف في البنية التحتية كما سبق وذكر أحد المداخلين هذك علش أحنا خدمنا على أن نوفره مركز من أحسن المواصفات والمركز هذية طوى ربما يكون نجم يكون الأحسن مركز التكنولوجي حاليا موجود في تونس معد كليا للتصدير وتحت نظام فضاءات الأنشاء اقتصادية والمؤسسات من الدياسبورا متاعنا ناجحين وقاعدين يتطوروا بشكل كبير ياسر وزدنا إن دوزيام ترانش اللي بش يكون فاها كيف فيار معناها وتكون فاها إنسال إمرسيف إكيبي بار أن كيف فيار بش يكونوا لولين في تونس وثانين في إفريقيا بعد جوهنسبورغ دونك هذي إكيبي ما معناها من أخر ما فاما على المستوى العالمي اللي بش يستعملوه في السوميلاسيون يستعملوه في مجال الطب يستعملوه في مجال التعليم يستعملوه في مجال الصناعة في كل المجالات حتى في الارشتكتور في الفوراج يستعملوه في السوميلاسيون في حتى في العالم أيضا طوحنا إن شاء الله في المركز هذي بش يكون فاها مقاعة بتاع ميدياء بش يخدموه بها بالمعناها بش تكون معناها التحكم في الستيديو كما تحب أنت معناها وهذا هي مكسب كبير ياسر للينا ومكسب كبير ياسر لتونس وحاجة أخرى راه بنسبة للجرجيس راهي يطيب فالعيش هي من أجمل المدن الساحلية على مستوى تونس عنده أحسن شطوط معروفة بالسيد البحري معروفة بالكاليتين بتاع الحوت كما بحيرة البيبان معروفة بزيت زيتونة بأنها أكثر من مليون وربعمائة ألف شجرة زيتون معروفة زادة أيضا بأبنائها في الخارج لمثلوا تقريبا 48% من عدد السكان وهي من أعلى النسب موجودة في تونس تقريبا 50% من أبناء الجهة هم مقيمين في الخارج خاصة في فرنسا وهذاك عليش أحنا خدمنا عليهم خدمنا برشانة وحاولنا نقربولهم أكثر بش نعرفوا بفرص الاستثمار نعرفوا بالميزات التفاضلية اللي يحظى بها فضاء العنشقصادية خاصة من ناحية الجبائية والتكوين المهني وغيره بش نحكيوا عليهم جزء شوي آخر سي شوقي نعود نفكركم لموضوعنا اليوم وهو فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس وحادر بحذانة سي شوقي فريع رئيس مدير عام الفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس إذا كان عندكم أسألة في الموضوع دايا مرحبا بتليفوناتكم على 31-380-000 من مطير للأربعة أجعنا لكم جديد مكملين مع بعضنا من تواحتيك للأربعة أنت على عشية نجمو تكلمونا على 31-380-000 نحكيه اليوم على فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس بحذانك مرحبا بتليفوناتكم على 31-380-000 شمي أخرتوا نحكيه واسي شوقي على الزابانتاج اللي قدمها بلوزو ما الفضاء هذية للعبيد اللي بشيجيو يتمتعوا بالخدمات اللي انتو ما نحكيه على الموقع الاستراتيجي للفضاء هذي عليش اخترتوا البلاسة هذي كبديت على خطر سيخ تنمو عندها حاجات أخرى هو المشرع قبل ولا على مستوى الدولة التونسية كيختاروا جرجيس بش يكون فيها منطقة حرة وقتها ليبوك مايش من اعتباطية بل أنا عملية مدروسة وموقع جرجيس هو موقع استراتيجي في جنوب التونسي قربها من الحدود الليبية وأيضا الحدود الجزائرية ايضا على مستوى الجنوب الشرقي قريبة تتوسط نوع عمال عديد منها احنا بعد 40 كم على جربة 35 كم على بينجردين 60 كم على مدنين 80 كم واكثر بقليل من التطوين عندك طريق العابر صحراء اللي هو قريبة 400 كم عنها من حزوة اللي هي تابعة وليت توزر عندك حقول نفطية متعدة على مستوى كان في البحر ولا في التراب الليبي ولا في التراب الجزائري هناك طاقات بشرية كبيرة ياسر أيضا في المنطقة عندك ثلاثة معابر حدودية عندك مطر جربة جرجيس اللي هي بعد أقل من ساعة عن المنطقة الحرة بجرجيس عن المنطقة التجارية بجرجيس اللي هو من أحصل الموانع التجارية في تونس واللي قادر أنه بش يدعم الأنشطة اللوجستية خاصة في علاقة بليبيا وبدول جنوب الصحراء عندك المعبر الحدودي راس جدير اللي يربطك بليبيا والسوق الليبيا وتعرف أهمية السوق الليبيا خاصة في المستقبل في عادة عمار الليبيا وغيرها هذا الموقع لابد من تثمينه تدريجيا ونثمنه أكثر لابد من أن نكون فما بنية تحتية به أن نتنجم تقبل الاستثمارات الكبيرة ولازمنا نوفره اليد العامة المتكونة ولازمنا أيضا أن نعطيه امتيازات وتشجيعات وحوافز للفضاء هذي وللشركات الجيغة ديك باش تقوم بواجبها تنموي وأنها تتطور منطقة هذه ونخلق تشغيلية عالية ونقضيه على البطالة وفي الجنوب ولمناء أن الفضاء هذي ينجم شع على تونس ككل ويكون هو أيضا معناها يقبل أصحاب شهائد عليا أو غيرهم من مدن أخرى في تونس با Burke كنت تحكي أنت سيشبقي Indians والحوافز شون الأمتيازات جي"? بالإمتيازاتcents الجيبائية هو الإعفاء الكلي من الأداءة على القيمة المضافة السلعة التي نشراها من السوق الداخلية والتونسية نشراها من غير أداة على القيمة المضافة ما غير تيفياء أيضا إعفاء من درواد دوان معناها السلعة التي جببهاها من الخارج مكنب بها إداءات دوانية والإعفاء من TFP وهذه على الأجور هذا ما أهم البحث وعندك أيضا خلصه فقط معناها أنتور ردوي على الأرباح والنسبة متعه 15% وقبل 2014 كنا أقل كان 0% من قانون المالية 2014 ولت عشر أمو بعد طلعت الـ 15% لكن يبقى إذا نشوفه على المستوى المنافس العالمي إذا نقارن روحنا بدول أخرى كما المغرب أو الدول في البحر قابض المتوسط نقارن روحنا بالنسبة للتوه هذا يمتع 15% أقل بكثير من ما هو متبق في دول البحر الأبيض المتوسط وزيد حاجة أخرى زادة موقعنا موقع استراتيجي بالنسبة الجمهورية التونسية ككل في بحر الأبيض المتوسط نجموا معناها قابلة لاستثمار وحاجة أخرى عندنا كفاءات تونسية عديدة واللي يحبوا مؤسسات خارجية يستفيدوا من خبراتنا ومن كفاءة معناها التونسي في كل المجالات كانت تكنولوجيا أو صناعيا أو غيرها كنت تحكي تاوما بكري سي شوقي على اليد العاملة كاليفية زي ما تبدأ أدبتالي لزاكتيفيتالي موجودين في الفضاء هذي أسكو عندكم داخل في التكوين متاع اليد العاملة هذي وأسكو زي دا عندكم داخل في التكوين حتى متاع الكفاءات العليا خلينا نقولوا وحنا باش يزيد ومكن يتعلموا حاجات أخرين باش نجموا إلا بيولو بزوان متاع الشركات اللي هي قاعدة تستغل في الفضاء متاعكم هو بنسبة لنا أهم حاجة وإحنا نسعاولها أن شركات اللي تجيب أحضاني أنها تنجح وهذا تعتها امتيازات ولكن ما توفرها لهاش اليد العاملة الكفاء معناها ما تنجمش تنجح لأن أهمية اليد العاملة معناها هيدور أساسي هذيك عليش بنسبة لنا في فضاء النشطاتية نسعاو أن نحيطوا بالمؤسسات وعنا ندور إحاطة نعاونوهم على مستوى التكوين إن كانت مع إن كانت مع الوزارة تشغيل أو مع أيضا نو بارتونير كما جيزيد ولا تينيزيا جوبس ولا لأفو وغيرها ولا عندنا زادا أيضا في جربة عندنا سنتر أليف اللي يزادا لها بالتكوين هذوم ما نكونوا أحنا هذوم الكل يربطنا معاهم اتفاقيات عن طريقهم هما إن كونوا ولداتنا باشي يكونوا يعطيوا الإضافة ويكونوا في مستوى المشغل أو المستثمر معناها في الفضاء أحنا بالنسبة للجرجيس وولاية مدني بصيف عامة ما عندهش تقاليد كبير يسر في الصناعة هاي هذك عليش المؤسسات هذي اللي منه وبالإحاطة بهم نوفروا لهم اللي دي العام الكفأة ونحيطوا بها باش تنجم تتطور حتى في قطاع التكنولوجي أحنا عندنا جامعة جيبس جامعة جيبس اللي هي تقريبا اللي هي ضم معناها الانستيتيات الموجودين وكل على مستوى مدنين وتطوين وقابس على مستوى ثلاثة ولايات تقريبا في مجال العالمي فقط تقريبا 450 كل سنة يتخرج هذا ما غير ما دون اعتبار أبناء الجنوب اللي يقرأوا في تونس العاصمة في مختلف الجامعات في المجال العالمي هناك عدد كبير يسر وأحنا نشجع برشة المؤسسات الناشئة ونعرف لأحد الحلول التنموية في بلادنا هو أن نشتغل على الستارتاب هذوما لأنهم النجم يكون عندهم يفتحون أبوابهم تحت تطور كبير يسر لأن الذكاء التونسي نجم نستثمر فيه ونجم يعطي مردودية اقتصادية كبيرة للبلاد للإشارة فقط في أمريكا عندك ميكروسوفت ولا أبل ولا جوجل أول ما بدأوا 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 شركات ناشئة طوى يشغلوا في أكثر من نصف مليون معناها عامل معناها معناها موظف معناها عليش احنا في تونس ذا أيضا ما نخدموش على شركات ناشئة هذية ونزيد ونطورها ونعطاها لحاطة اللازمة باش تكبر ونزيد تطور ولما حادة بنسبة لتوانسا فما الإكزامبل بتاع الشركة كريم بجير المؤسسة اللي بدأت انطلقت من تطوين واللي تبعت معناها تقريبا بربعمية واثين وعشرين مليون دولار معناها واحد فصل ثلاثة مليار دينار معناها هذية راهو بالنسبة لأن نخدم على شركات ناشئة راهو ضرورة وحنا كفضاء العنشق صادية وعطر نقدمو لهم كل التشجيعات باش ينجحوا ونوفروا لهم كل اللي حاطة باش ينجحوا وعنا دور حتى على مستوى وما اقتناءنا للمعدات الكيف ذيار هذية إلا دليل على أن باش نوف دليل على توجهنا نحو تطوير المؤسسات الناشئة بتونس وخصوصا بجنوب تونس خالي العبيد هكا تفهمنا شوية شوية العبيد ولا المؤسسات اللي تنجم تستغل الفضاء هذي مؤسسات كبيرة مؤسسات صغيرة دي ستارتاب هكا إنسان هكا عندوا فكرة ويجي بحديكم تنجم أنتم تعاونوه باش يزيد يتطور الفكرة متاع وتحلوله شوية المختلف قلوا احنا لنفو معناها من استارتاب للشركات الكبيرة بي وفي مختلف المجالات دونك هو كي تعاملت الفضاء هذي في جريس هو باش يخلق فرصا استثمار أكثر ما يمكن مفرص استثمار بجنوب هذي بي كيما نجم نقبلو دي ستارتاب دومان انفورماتيك مثلا في المركز التكنولوجي اللي عننا كيما نجم نقبلو شركات صناعية كبيرة كيما في اللي يصنع وفي اللي كابل ويشغلك ألف ولا الفين عامل كيما نجم نقبلو شركة لوجستية تخدم معنا على ميناء جرجيس وتهبط السلعة متاحة وتحولها للإفريقيا ولا ليبيا أو الجزائر كيما عندك شركة أجنبية في عندها منتوجات معينة تحب تسوقلها وتحب تقوم بعملية متاحة تخزين في الفضاء وتصدر الليبيا والإفريقيا الإمكانيات متعددة أي شخص يستثمر ما رحبه به أي شخص يستثمر مرحبه به وأحنا نتلهوله من تكوين الشركة للإحاطة الفنية معناها من ناحية مثلا للقانونية الغيرها المهم يكون عنده بعمل مرشي بتبقية الحال مرشي هو من يكون عنده معناها ومعرفة بالسوق لأن صحيح سهلا تكون عندك فكرة بتعمل شروع لكن لازمك تكون عندك لمرشي وتختم ونحن كفضاء العنشق الصادية بجريس نسعى أن نجحوه ونعتبر أي نجاح للمستثمر هو نجاح لنا لأن كل ما مؤسسة تنجح ستجيب لك مؤسسة أخرى وتستثمر في المنطقة هذه جسد سؤال سيشاقي أنت قلت تحكي لي لازم تعاون المؤسسة هذه ما في تكوين الشركة ولا الإحاطة بهم وإحنا جاني غالما يأما شيء بتونسي عادي عنده فكرة ولا حتى شركات كبيرة خاصة تحب تجير تونس ما تحبش تذيع بين الإدارة والأوراق والبابراس هذه كلا أسكنتم تعاونوهم جسد نظريا ندخلوا مثلا سويسي كمشة حرائز ما هكا وهاكا وإلا تمشيوا معهم وتسهلون العليق ذي مع الإدارة نساحح في ورقات وإحنا نقومه بكل شيء هو راو طوى فما تطور في تونس راو ما نحن نشوف حتى لرانو كل شيء تم راو بالديجيتال ما بايد احنا نقومه به راو معناها مع المؤسسات متاعنا حتى مع الديوانة ولا مع القباضة طوى ولا تكل شيء راية حتى ديجيتاليزي واحنا عنا والخبرة في المجال هذي عنا إدارة معناها إدارة تشهون قانونية والإحاطة بالمستثمرين يتعمل مختصة في الإحاطة بالمستثمرين دورها أنها تسهل وأن المستثمر احنا ما يعرف كان نهارت اللي جينا يعرف كان الشركة متاعه تأسد كان في ظرف معناها في عد أخصى في ظرف أسبوع تتكون مؤسسا نجيبوله ورقاته هو يعمل كان التحويل متاع راس المال متاع الشركة وإحنا نتلهاو بالتكوين للشركة همه هل يتعاونهم شوي سيخطو الشركات الصغار في تسهيلات مالية علاقات يمكن مع البنوك والعبيدي اللي يعاونوا بلزو ما شركة صغيرة بشي أعطيهم هكو كو تبوس في الكوتي متاع الأستثماء بطبيعة هو نعرف احنا البرتي في ناسمون هي مهمة ياسر خاصة طانو صعيب لكن احنا بالعلاقات متاعنا وابيك نو بارتونير نجمو نعاونوهم ونجمو ننصحوهم ونحيطو بهم باش يحتحصلوا على التمويلات اللازمة فقط هو حتى احنا بيدنا كبرك تكتيفتي اكوناميك دوزارزيس الألمانية في شكل هيبة تقريبا معناها سبعة مليون دينار هيبة من عند هيفو اللي هي من البنك الماند كف دي بول في مولة المشروع هذية ومشكورين نجحنا فما أربعمائة مؤسسة تونسية شاركوا في هذية احنا كنا من الستة على مستوى تونس اللي يخذو التمويل هذية الاجنبي وطوى حاليا أكثر مشروع ناجح وماشي معناها وفرحانين به معناها اللي هو مشروع متعنا متع انجاز المركز الثاني متع مركز تكنولوجيا ذكي في دزيم ترنش ونقولك حاجة على مستوى افريقيا المشروع هذية متعنا أكثر مشروع ماشي توحاليا في إطار هذية في إطار تعاون مع جانب الألماني نجو تعود تحكي لنا بأكثر تفاصيل على سمارت سنتر على خطر دولي حاجة طيارة على الأخر وحاجة إنوفانت باشا سيخطو مع الحاجات اللي تنبوش تعملوهم في اللي جايين بزو ما قديش فيه من شركة قديش من شركة ميشة قديش ريين تحبوا توصلوا مبعد قديش من شركة بشتجيش نوما لزاونتاج اللي تنجموا تقدموهم للعبيدي اللي موجودين في سمارت سنتر فيهم اللي بدأ بترواز انجينيور تويشغل في خمسة وثلاثين وده يثبت لهم ملقاوا فضاء ملائم للنجاح متاحهم الشركات بالنسبة لهم يتمطعوا بطبيعة الحال بسعر نوعا ما سامبوليك دلوكاسيون إذن قرنوه بالأسعار المعتمدة في في أوروبا إذن قرنوه مثلا بفرنسا يعتبر إذا تشوفوا المهندسين التونسيين هما كفاءات تلقى الأجر متاحهم إذن قرنوه بأوروبا أقل بكثير هو هي العملية الكل هما بنسبة لهم كمستثمرين يطوروا نشاطهم وبنسبة لنا نحن نشغلوا أولادنا ونخلقوا تنمية جهوية في جهة جرجيس وفي جنوب ككل حاجة أخرى عندنا بنسبة ل إنفرستركتور هي من أحسن مفهمة وتنجم تشوفوا على إنترنت من أحسن لسنتر الإضاهي معناها ما هو موجود في أمريكا ولا في أوروبا ويفوت برشة مراكز أنا خرجت وشفت يفوتهم مركز بزرجيس يفوت برشة مراكز موجودة في أوروبا عندك الفيبروبتيك عندنا دو ليني في بروبتيك معناها ليني الكهرباء عندنا حتى بالنسبة للتعامل مع بنسبة حتى بالنسبة للماء عندنا كما يقول وحنا في جنوب ونعرف كما الفاسقية معناها حتى الماء ما يقصش عندنا إلكتروجين مثلا إذا نقطع الكهرباء يشتغل ويخدمك على أقل 12 ساعة معناها قرين حسابنا في المشروع هذي لك تعرف أن هذو مشاركة تخدم في الخارج تخدم بالتصدير ما يساعدوش نقص عليه الضوء ما يساعدوش نقص عليه الانترنت عنا دو ليني فيبروبتيك ما يساعدوش معناها كونسومات يكون عالية دخلنا لطاقة الشمسية جبنا من أحسن ما فاما اللي هي متاع رياليتي اللي هو كيف فيار معناها وعندك حاجة أخرى زادة في جر جيس بجنبك البحر ومعندك الستريس متاع تونس والضغط متاع تونس التورنوفر أقل لخطر هما يشكاوا شكاوش في شركات الانفورماتيك لأن خاصة في تونس العاصمة فهم برشة تورنوفر معنا يخرجوا ويلقى أكثر مئة دينار ومئتين دينار يحول هنا في جر جيس أقل تورنوفر لأنها وأغلبهم نعطيك حاجة أخرى زادة نساء تقريبا ستين في المئة من ستين في المئة منهم سوصون بورسان ابنات ضعف لتفهم أشكون خالة برشة بلاي سوخرين وجي بحديكم وانتو ما خاطر عجبتو البلاسة وعجبو الباك ولقاء وزادة محيط به هذيك وناس زرجية زادة نس تفرح وناس تحب تخالط معنا ونفيرونمون بهي قريب حتى تب جربة قريبة خطوة على جربة وعندكم ترم دو فورماسيون موجودة لكادر بهي وزيد حاجة أخرى تتعامل مع شريكة واللي هو طرف اللي هو فضال عن شخصة دية عنده تجربة وعنده صفورفير في المسألة هذية وأحنا بيدنا على مستوى شركتنا على مستوى الداخل نعتني بدرجة كبيرة يسر بالتكوين متاعنا ونحبوا نكونوا معناها حيث التعامل نظهيوا ما هو موجود البرد لازمنا نتميزوا بالصفورفير بالخدمة وباش نجموا نجلبوا استثمارات لبلادنا ونقوموا بدورنا التنموي في الجهة خاصة من حيث خلق موطن الشغل نعتك صحة سي شافقي نحن مازلنا مكاملين معك من تاو حتيك شلال أربع متاع لعشين عاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو فضاء الأنشطة الاقتصادية بي جرجيس وحاضر بحدان سي شافقي فريعة رئيس مدير عام فضاء الأنشطة الاقتصادية بي جرجيس إذا كان عندكم أسهل في الموضوع ذي مرحبا بتليفونيتكم على الـ 31 380 ألف سنو ما تساوش تبعثوا SMS فيه إيافام على الـ 85 58 وتكونوا مزوز الربحين النهار 32 قضية بقيمة مليون وتزيدوا تدخلوا في قرعة الفليجة اللي تنجم تربحكم 10 ملايين كاملين وأكثر ما تبعدوش بعيد هنا رجعين موضوعنا اليوم هو فضاء الأنشطة الاقتصادية بي جرجيس وحاذر بحدينا سي شاوقي فريعة رئيس مدير عام فضاء الأنشطة الاقتصادية بي جرجيس إذا كان عندكم أسألة في الموضوع ذي مرحبا بتليفونيتكم على الـ 31 380 نحكي على الأفاقة المستقبلية للفضاء سي شاوقي فيما عبد ما نموهتني أن يسألوا فينا على الفرمشان سورمزور تعملوها لشكون نجمية يستنفع بحنا نحكينا على شوي تونم بكري مينزيد ونستيسعوا أكثر في الموضوع هو فما عشان طوى مثلا فما مؤسس عندها أبليكاسيون مثلا في الزرجيس مارسانتر تخدم على أبليكاسيون معينة أترافار إن كان مكتب التشغيل أو عن طريق النو بارتونير اللي ذكرت سبق وذكرتهم يعملو لهم تكوين معناها سورمزور على الأبليكاسيون هذيكة ويحضروهم طوى مثلا فما حاجات فما ديزابليكاسيون سهلين آي الشي عملو نجيب مثلا للناس متخرجين مثلا قاريمات يهو فيه نسبة بطالة عالية قاريماتيك ولا قاريم فيزيك ولا سيونس ناتوريل ومالقاش خدمة يعملو له تكوين خاص في المجال هذيكة وفيهم برشة اللي نجحوا آي وتطوروا في المجال العالمية أترافير ست فورماسيون معناها هذي راهو بنسبة للمجال هذي ساعات النجم يكون راهو مشكين لجمعات الانفورماتيك فما أيضا اللي تقع عنده الدكتوراه عرشنا في الانرجيرونوفلابل ولا غيرها ويعملو له فورماسيون ويلا دابت للسادابت لل معناها للسكتور للبزوان والسكتور داكتيفيته اللي هو يخدم عليه دونك هذي راهو بنسبة للفورماسيون راهنا هو حاجة مهمة كما عندك البنية تحتية وكما أقول الحوافص في المرتبة ثلثة يجي معناها العامل البشري واللي هو لازم يكون متكون وإحنا إن شاء الله في الجرجيس إن شاء الله يكون عندنا هو مبرمج في المخطط أن يكون فما مركز معناها تكوين مهني متعدد الاختصاصات يزيد يسهل علينا أكثر في الجهة هذه في نفس الإضافة مشكون يسأل فينا سي شوقي أسكت قبلوكين لديبلومي ولا نجم اللي ما زلوا ما كاملوش لقرايا متاحهم يعملوا دستاج معاكم وإلا لي هو يكون أحد من أكثر المؤسسات اللي قاعدين يقبلوا في الاستاجير هو البارك متاع الجرجيس نحن والأطرفير لشركات اللي عندنا نطمع في الانفورماتيك ونعرف أن السنوات الأخرة هذه تبرك الله الناس كلها ماشي الانفورماتيك مشكل كبير يسر ولحظنا العدد اللي جونا لديموند استاج معمرنا مشوفنا العدد هذا اللي في تونس قاعدين توجه كبير يسر نحو القطاع هذا أحنا مؤسسات لعننا بالعكس هم خاصة في يجيوا يعملوا في الاستاج متاحهم ونعطيك أغلبهم وقع ركوليتم متاحهم بعد ما تخرجوا طو بالنسبة للإنجينيور وللتكنيسيان اونافورماتيك من اللي هو يعملوا يعمل دستاج والمؤسس إذا لقات فيه المواصفات يأخذوها أوتوماتيك ما معنى بالعكس احنا إن كان حتى في المجال الصناعي وهذا بصراحة بل صرت يجونا بساكن يقرأوا أولادنا أولاد الجنوبي معناها يقرأوا في الدمان بتاع الاندستري تلقاها إنجينيور في الميكانيك ولا غيرها ولا في الإلكترونيك ما يلقاه شوين بشي عمل الجي الصيف بشي روح يحب يروح يعدي في بلاده ترسيل ويعمل في استاج في تونس العاصمة ولا في رادس ولا في سفاقس طواب المؤسسات الصناعية التي تخلقت في الجهة ولا ينجم ويجي ويعدي ونعطيك حاجة أخرى زيادة بها احنا عنا في الدياسبورة معروفة والجنوب الشرقي معروف بالدياسبورة تاوا أبنائنا يجيوا يعديوا في استاج بحثنا ويجيونا معنا من جمعات خاصة في فرنسا تشكر في التي توفرت للزيادة بيانسا بيانسور اللي جيونا والي يقول لك أنا عدي شهرين استاج ويشنا عدي في فرنسا حبي عدي عديك في بلاده يكمل احنا في الصيف يكملوا المدساعتين المدساعتين هنا يكمل استاج بتاعه والعشية يمشي البحر ويبروفيت من جيها ويبقى بحضا عائلتو لغرونت فامي غاديكا هذا فما شكون يسأل فينا نجمو نخلص بالعملة الصعبة كينا بدون نخدم في الفضاء الاقتصادي بجر جيس وإلا لي غير ممكن عنا قضايين القانون التونسي فما قانون التونسي بان اذا كانت المؤسس هو هو رزيدان هو ستا رزيدان هو بالنسبة للخدام اللي يشتغل كوشي كان مو رزيدان هذا كمضاع مي بوسك لي رزيدان حتى ترانسفير نجم يكون بديفيز لكن الدوات تاتر معناها كون دينار تونسي يعني تحول للدنار التونسي يعني باي نتيك صحة عنا تليفون معنا سيفوزي مرحبا بيك سيفوزي اه بيت عايش برك الله فيك اه انا توقيت مسمح في السيد اللي معاتك مشكروه على اه قلتك مشكروه على توضيحات الوضاحة ني لكن انا عندي كم قلتك سؤال لولاني وتوجيه الفكري سؤال للبنت الاخرة توا هل اللغة الصينية مطروبة عندكم حتى بنتي عاملة ماخذ الليسانس في ترجمة وتحدث وبالنسبة للولدي الاخر يعمل ترانسبور انترنسيولار للوجستيك احب يقول كوميرس وترانسبور انترنسيولار للوجستيك انا هو ينجز ماذا يتفيد منكم ولا في تستاج ولا حاجة برك الله فيك برك الله فيك انشمال حبي زيب عش هاي واضح هو 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 بالنسبة للصينية اللغة الصينية وعننا شركة صينية موجودة في الفضان الشخصاتية مختصة تابعة تنشط في المجال اللوجستي في المجال النفط بالتحديد في علاقة بجزائر وليبيا وحاجة اللغة الصينية هي طالعة وموجودين معناها بأقل العدد من اللغات الاخرى لكن موجودين بالنسبة للستاج مرحب بيهم معناها بالنسبة لدينا مؤسسات تنشط في الكميرس انترنشونال وإلا في نجم يتصل لدينا يدخل الموقع على الويب يدخل الإقل الإدرس يميل يبعث المجال إذا كان يلوج على استاج نحطوه مع المؤسسات وإن شاء الله يتقبل المؤسسات ويعمل استاج ويجي بحضان جرجيس إذا كان مشهود جرجيس ويجي عدي بريود معينة في جرجيس وعلى البحر منو يستفيد متجي يقعد 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 هذيك صحة سي شوقي اللي يخليك لأ بارك الله وفيك وسلم على سي شوقي سيدي سلام على الولاد وإن شاء الله ربي معهم أحنا مكمل ما بعضنا منتها وحدك شلال الاربعين عشرين عاودوا في فكركم اللي موضوعنا اليوم هو فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس مرحبا بتليفوناتكم على الواحدة وثلاثين تلاثمية وثمانين الف سنة ما تنسوا اجتبعتوا اس ام اس في ايا فايم على الخمسة وثمانين خمسة وثمانين ثمانية وتكونوا مزوز الربحين لنهار تلاثنين قضية قيمة مليون وتزيدوا تدخلوا في قرعة الفريجة اللي تنجم تربحكم عشرة ملايين كاملين واكثر ما تبعدوا ش بعيد هنا رجعين رجعنا لكم جديد مرحبا بتليفوناتكم على الواحدة وثلاثين تلاثمية وثمانين الفي ما نحكي وعلى فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس ومعنا سي حسيم التونسي مرحبا بيك سي حسيم مرحبا بيك مدام هاجر ومرحبا في شوقي يعطيكم الصحة على المشيون هذية برك الله وفيك تفضل بالله يحب أن تنسل في شوقي بغبوغ لزنفستيسور اللي يحبوا ينفستيو في البول هذية اللي من بكلي نسمع فيك تحكي عني وسمعتك حتى في ذاعات أخرية نعطيك صحة على اللي فور اللي عملتوه الكل إسكو اليوم الانفستيسور التونسة واللاتونسة اللي يعيشوا في الخارج أبار أنهم ينفستيو في أنهم يعملوا الامتليمونتاسيون تعمل شريحهم عندكم إسكو عندهم الامكانية أنهم هما ييخذوا أراضي غادة في وسط البول وشنوم اللي يزاونتاج فسكال أبار سمحني سنوم اللي زاونتاج أبار اللي زاونتاج فسكال اللي معروفين معناها اللي تنجب تعطيهم لك الدول فما نتقدوكم إسكو اليوم أنتوما في اللول اللي أنتوما بنين في هذية وفي اللي كاتر ترانش اللي أنكور لذوما فما دي ترانش ديجا معناها أنتوما كبول في حد نفسه الانفستيسور يدخلوا جس لأنهم يحطوا فلوس يحطوا مشاريحهم معناها يبنيوا مشاريحهم وإلا لذن يتسير عندهم الحق حتى يدخلوا في البول في حد نفسه ولا في أنهم ممبر في البول هذية مرسي بكو بك نجاوبو أول نقطة شكرا على السؤال وعلى الاهتمام منتعك بفضاة الانشخصادية هو بنسبة للفضاة الانشخصادية بجدرجيس يعطي شنوه الإمكانية أنك بش الشركات هذية تنتصب في هذا الفضاء فما ياخذ الأرض وهو يبني عن طريق الكراء ما يعبر عنها باللوكيباسيون تومبورير اللي تصل إلى عشرين سنة قبل للتجديد وهذا عندهم سعر معناها رمزي بالنسبة للاستغلال الأرض أو نحن نبنوله مخزن على حسب المواصفات اللي حب عليها هو ويبقى دائما سعر إذن قرنوه بمؤسسات بمعناها مناطق أخرى حتى إن كان في تونس أو في الخارج أقل بكثير معناها من المناطق الأخرى خاصة أننا ماشيين في توجه أن نشجعه للصناعة مثلا يكون عندك مخزن وهي تحط فيه كان معدات متعك وتخدم معناها ماكس 17 أورو في السنة المتر مربع إذا معا أن إمكانية متع تخفيض على حسب الطاقة التشغيلية نجم نوصله حتى الخمسين في المئة معناها تخفيض على الكراء إذا كان عنده قيمة استثمارية عالية وأنه يشغل أكثر من مئة عامل عنا بالنسبة للمركز التكنولوجي لنفس العملية ويشكون في شكل كراء وإحنا كل ما يكون فيه أكثر ويكون أكثر فيه أو ياخذ أكثر منها مساحة من الأرض من المركز من المكاتب يتمتع أيضا بتخفيض هو الحاجة شنوه هو أحنا وقت المشرع التونسي يعطى تسيير الفضاء هداية لشركة خاضعة للمجلة الشركات التجارية بشي يعطيها الأوتونومي في التصرف الأوتونومي في القرار لأنه نعرف الببليك صعب أنك تأخذ حتى تخفيض ولا بتعطي حتى ريديكسي أحنا النوتر السوسيتي اللي يجري بار ان كونسيد الدميستراشيون الكنسيد الدميستراشيون هو اللي يحدد التوجه متاع المؤسس وهو يحدد الأسعار المعتمدة هو يحدد مثلا كل سنة مثلا نحضروا ماركتينج في لحسب الوضع متاع المؤسس متاعنا وحسب المنافسة الموجودة العالمية نحدد الأسعار متاعنا معنا مناش خضعين للقانون المؤسس العمومية وهذا يعطونا اليونة كبيرة ياسر في التعامل وفي أخذ القرارات لأن المستثمر حاجته بإجابة طوال يقولك أنا نحب نكري من عندك ونحب نخدم وأنا بجابش نخدم لك 200 خدام ولا 400 خدام ويحب على حاجة منك لازم نكون اليونة ولازم نعرف ونأخذ القرارات وتكون قرارات أنية لكن تبقى على حسب المنويل البروزيديور واضح وحسب ما حدده مجلس الإدارة المؤسسة معنا عن طريق البلانو ماركيتينج اللي تحدد كل سنة الإزافونتاج بالنسبة لإزافونتاج أنا نقول أنا تعطي في الإزافونتاج تعطي حتى إزمراسيون كام للم لم 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 لإزافونتاج لإزافونتاج خائبة لا نجح لا نجح تعطي إزافونتو بكر ذكرناها تعطي لإمتيازات كلها ومتلقلوش لليد العام للكفقة لا نجح لك تعطي لإزافونتاج كل وتحط في موشو لا الناس لا نجح تحط معرش في مكان يبدأ معناها ما فيهش يخرج ما نجمش يعيش فيه ما لقاش الشروط ما نجمش ينجح ينجح المشروع أنا نقول هو بالنسبة لإنحنا هو نفس الامتيازات تقريبا للمؤسسات المصدرة كليا لكن اللي نظمنه أنا هو بنية تحتية معنا حسب المواصفات العالمية اللي نظمنه أنا أنا بش كون فما إحاطة بالمستثمر على أعلى مستوى آآ إن كان على المستوى الفني أو على المستوى القانوني أو على المستوى الإداري أو أو غيرها أنا بش يلقى سند به مؤسسة آآ بش تكون سند للمستثمر واللي بش تسعى أنها تنجحه وأنه يتطور وأنه يكبر آآ في الفضاء هذي مبه خلينا نحكيه على الكبر والأمال والأحلام اللي جاية والآثاق المستقبلين مبام عكسي يا شوخي تفضل هو أحنا طوى إذا نقارنوا الفضاء هذي اللي هو ربما برشه هنا في تونس ما يعرفوهش اللي هو في العالم معروف بالزون يكون ميك سبيسيال آآ هذا هي معناها أقولوا إحنا هذي منطقة اقتصادية خاصة منطقة الاقتصادية خاصة اللي هو هذي يطلع في العالم ككل آآ ابقى في تونس دون المأمول إذا نقارنوه دزون يكون ميك سبيسيال في العالم حتى في دول مجاورة لنا ما غير ما نذكرها آآ تطور والله وشغله في آلاف مئات الآلاف مواطن شغل فما دزون يكون ميك سبيسيال في أفريقيا اللي تشغل في آآ أكثر من ثنين مليون عامل مش عدد آآ ينورم آآ هذا هو ما دزون آآ سبيسيال وبنسبة لنا لابد أن احنا احنا بيدنا لازمنا نماشيين في توجه أن يزيد يكبر آآ ان يتطور نحبو احنا وصلنا طاقة استيعابة وحالية متاع ثمانين في المياه نحبو ندخلو في آآ توسعة آآ كبيرة آآ مودال يكونوميك آآ جديد آآ يكون معناها آآ تكون فيه معناها جانب الصناعي يكون فيه جانب اللوجستي يكون فيه جانب التجاري يكون فيه جانب التكوين ويكون فضاء آآ يطيب فيه العيش معنا تلقى فيه نوزل سياحية تلقى فيها دورستوران تلقى لانا توا دموا ناس باش يجيك مهندس باش يخدم ماذا بيك يكمل ثمانة يسوية عم تاعه وكي يخرج يلقى وين يفطر يلقى وين يحوس يلقى وين آآ معنا هذية قسال دو سبور يلقى هذية كل لازم نقرأ وناخذوه بعين الاعتبار في الكونسبت آآ اكونوميك وأن آآ وهذك عليش احنا بدنا مع البنك العالمي آآ في آآ ان شاء الله في المسيون داستانس تكنيك هذية باش نعملو باش ماركينج نقارنو ما هو معمول به في فضاء الانشقصادية وقاعدين طوي تبقوا فيها على مستوى فضاء بما هو متبق في العالم. آآ وعليش انا نحتبرو احنا نجاحنا دائما يبقى نجاح جزئي ما هوش نجاح آآ كبير اذا نقارنو روحنا بما هو موجود العالم. آآ دونك باش نشوفو نعملو مقارنات علاش ولكن اي حاجة اخرى زادة حتى اذا كان باش نخدمو باش نخدمو في دونزان كادر ريجيونال. آآ ان يشع على كل الجنوب التونسي وليما حتى على تونس ككل خاصة طوالو تروت تنوصل للمدنين ووصل لرس جدير. آآ معنا حتى السلاعة نجم تهبط في برج الجيس وتتعدل حتى التونس. آآ معنا آآ خمسة ساعات تبدأ سلعة موجودة لهنا. آآ آآ ايضا ان شاء الله مع آآ معناها الالقاعدين اللي استمرت الاتخاذ التم على مستوى التعليمي وغيرها آآ آآ انا رأى ان المستقبل هو مستقبل في بشيكون في آآ في الجنوب وان بإمكان ان هذية ان الفضاء هذية نرده منه قطب اقتصادي كبير يشع على كامل الجمهورية. يعطيك صحة سي شاقو احنا هنا موكبين معاك ان شاء الله الافيق المستقبلة هذية ونحضر عليها ونشجع عليك الصحة على خاطر بالحق فضاء هذية فضاء ممتاز آآ جدا ويقدم في برشة حلول سيخطو آآ للمنطقة بش نعاشها كنقول اآ اقتصادين. يعطيك صحة سي شوقي اللي خليك على الحضور معنا. كان معنا سي شوقي فريعا رئيس مدير عن فضاء الانشطة الاقتصادية بآآ جيرجيس. جوت قبل ما نكملو حابيت نقول لكم كيف موعدنكم. الربح مكمل مع آآ ايا فام والفريجة. اليوم الصباح في اليوم الصباح في اميسيون امبوسيبل. عرفنا اول زوز الربحين بالشي كدو بقيمة مليون. انتو ما تنجمو تكونوا من ربحين. سهل برشة. وين ما كنتو اجفدو تليفوناتكم ويبعثو اس اماس في ايا فام على الخمسة وثمانين. ثمانية وخمسين خمسة. وجيوبوا على السؤال. وكونوا مزوز الفيزين. كل نهار اثنين بشي كدو قيمته مليون. وزيد بنفس الاس اماس هو بيدو تنجمو تدخله في القرعة الكبيرة اللي تربحه كعاشرة ملايين كاش. كي مش اكثر. سوم الاس اماس تسعمية وثمانين مليون مع ايا فام والفليجة. قول للربح ايجا. احنا وصلنا بخاتكم على ايخة اللي اميسيون بتاعنا اليوم. مرسي العبير زغدوتي في الاعداد. مرسي الامين في الاخراج. مرسي زملئنا في ايا فام تيفي. كنت معكم هجر حنيشي. باي باي في لامنا.